أهلا وسهلا بكم بحلقات تعلم النطق السليم للغة السويدية معكم مازين وكيد زمي التمارية كمان معكم منتمنى بالحلقة الماضية أنتم وأنكم دربتوا أو قدرتوا تتدربوا على النطق السليم للمعلومات اللي أخذناها مع بعضنا الحلقة اليوم لحتخطص بمجموعة كلمات وجمل تستخدم بشكل يومي منتمنى أنكم تسمعوها بشكل صحيح ونحاول أن نحفظها ونعيدها مع زميلتنا ماريا هاي الكلمات لح نستخدمها بشكل كتير كبير بشكل يومي هاي الكلمات مهمة كتير نتمنى أنكم تحاولوا تحفظوها لح نتعرف عليهم مع بعض أول شي أكيد لح أقول لزميلتنا ماريا فهي حترد علي بدورها وتقول لي هاي هاي أكيد أول جملة لح نتعرف عليها اليوم ماريا لح تبدأ بذكر الكلمات اللي أنا حأحكيها باللغة العربية وهي حتحكيها بعدي مباشرة باللغة السويدية لح نعيد كل كلمة مرتين حتى تترسخ بشكل أكبر بأزاننا لح نبدأ مع مرحبا مرحبا هاي هاي إلى اللقاء هاي دو هاي دو أراك قريبا أراك قريبا أراك غدا أراك غدا كيف الحال كيف الحال هور مور دو أنا بصحة جيدة أنا اسمي مازين Jag heter مازين أنا أتعلم اللغة السويدية أنا أتعلم اللغة السويدية Jag studerar svenska أنا أحب السويد Jag älskar Sverige أنا أتحدث العربية فقط Jag talar bara arabiska أنا أتحدث العربية والإنجلسية Jag talar arabiska och engelska أنا أتعلم من سوريا Jag kommer från Syrien أنا أتعلم من العراق أنا أتعلم من العراق Jag kommer från Irak أنا أتعلم من لبنان أنا أتعلم من لبنان Jag kommer från Libanon أنا أتعلم من لبنان Jag kommer från Libyen Jag behöver veta هل يمكنك مساعدتي? Kan du hjälpa mig? كيف يمكنني الوصول إلى? Hur kommer jag till? Hur kommer jag till? سررت بلقائك Trevligt att träffas أنا كنت أعمال في Jag arbetare i أنا طالب Jag är student Jag är student Jag är student Och nu när vi vill fråga سؤال عن مكان نحن نعرف عنوان ونحن نسأل شخص نسألنا عن هذا عنوان فأنا سأل أين هو هذا المكان? أين هو هذا المكان? Var ligger den här platsen? Var ligger den här platsen? شكرا 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 جزيلا شكرا جزيلا Tack så mycket أنا شكرا لعائلتي أنا شكرا لعائلتي Jag saknar min familj شكرا لمساعدتك شكرا لمساعدتك Tack för hjälpen Jag vill jobba Jag vill jobba أريد مترجم للعربية Jag behöver arabisk tolk أنا أعيش في Värnamo أنا أعيش في Värnamo أنا أعيش في Värnamo أنا أعيش في Värnamo وهلا إذا شفت حدا مريض وحابب أنك تقول له مثل معافا أو إن شاء الله بتشوفه بشكل سريع فحنقول كريا بودي كريا بودي أما إذا في حدا عطس فعادة نحن بنقول يرحمك الله ولكن بالسويدية هنم بيقولوا بروسيت بروسيت أخيرا إذا بنقول تهانينا يعني في شخص في شي معين صار معه سعيد فبدك تقول له تهانينا فبتقول له شكرا شكرا وهي هي كل الكلمات والجمل اللي حابين أنه اليوم كنا نعرفكم عليها نتمنى أنها تكون سهلة بتمنى أنكم ترجعوا تعيدوها مرة ثانية هي حتكون بسيطة جدا لو أنكم جربتوا تسمعوها أو حطتوها على الموبايل أو جربتوا أنكم تسمعوها طبعا بنا نأكد أنه جميع هذه الدروس اللي نحن عم نسجلها بإمكانكم تحملوها عن طريق الرابط اللي بيكون موجود دائما على الصفحة على الفيسبوك وبنفس الوقت بإمكانكم تضيفوها كبرودكاست على موبايلاتكم الايفون لو حبيتو نتمنى أن هذا الدرس يكون سهل عليكم إن شاء الله ستكون هناك الكثير من الجمل والكلمات نتمنى لكم أنا وماريا متابعة طيبة ومنلتقي أكيد بالحلقة الجاي لهيك بنا نقول لكم أنا وماريا هيدو موسيقى هauthor موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة